بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل كلامنا على الفيميل جينيتل سيستم والفيميل روبرو داكتف سيستم وهنتكلم زي ما بدأنا في الميل ان عندنا السيكس أورجانز بتاعنا او الفيميل بتتكون من البرايمري سيكس أورجان اللي هي الأوفاريز زي ما كنا بنقول البرايمري سيكس أورجان في الميل التستس واي حاجة تانية نقول عليها ساكندر يسيكس أورجانز من أول الفالوبيان تيوب لليوترس للسيرفيكس للفجين الاكستيرنا الجينيتاريا كل الفيميل بعد كده كله أي كلام كله ساكنتري المبيض نفسه بتاع الفيميل اللي هو الأوفري هو ده اللي يتقال عليه برايمري سيكس أورجنز أما أي حاجة تانية من أول الفالوبيان تيوب اللي هنا أو اللي هنا لغاية اليوترس بتاعنا لغاية السيرفيكس عنق الرحم لغاية الفجين المهبل لغاية الاكستيرنا الجينيتاريا اللي برا كل دول يا جماعة يتقال عليهم ساكندري سيكس أورجنز فزي بالضبط الميل هنتكلم على الفيميل طب ايه وظيفة الأوفري زي ما اتكلمنا عن وظيفة التستس وقلنا ان لها وظيفتين أساسياتين هي تكوين الاسبيرم وتكوين الهرمونات فاحنا برضو وظيفة الأوفري حاجتين يا إما تكوين الأوفم البويضة في فرق بين أوفم وأوفري أوفري يعني مبيض أوفم يعني بويضة البويضة اللي بعد كده هتتتحد مع الاسبيرم وتعمل للجنين بعد كده يا إما تكوين الهرمونز الهرمونات هرمونات بتاع الفيميل يا جماعة هنقول عليها بقى أشهرهم أستروجين وبروجسترون عكس بقى ما كنا بناخد في الميل الأندرجن طيب إيه تاني يا جماعة يبقى تكوين الهرمونات أو تكوين البويضة هما الأساس بتاع الأوفري طيب عملية تكوين البويضة يا جماعة بتتم في عملية اسمها أو أو جينيسيز أو أو جينيسيز زي ما كنا بناخد في الميل العملية اسمها اسبرماتو جينيسيز طيب تعالى نشرح كده وفكرني يا دكتور بعملية الأو أو جينيسيز اشرحها لي وإنت بتشرحها أعرفني كان إيه فرقها عن الاسبرماتو جينيسيز عشان أنا نسيت حلو إيه الفرق ما بين الاتنين دول لما كنا بنشرح الاسبرماتو جينيسيز كنا بنقول التستس الخصية بيبقى فيها حاجة اسمها جيرمينال إيبيسيليم يعني خلايا كده زي خلايا الإيبيسيليم تبقى موجودة هنا كده بنقولها الجيرمال إيبيسيليم الخلايا دي يا جماعة بيبقى اسمها اسبرماتو جونيا الاسبرماتو جونيا فيها 46 كروموسوم 46 كروموسوم الاسبرماتو جونيا دي عشان تزيد في العدد وتتقاصر يا جماعة وتكبر في الحجم بتتحول بالميتوزيس لحاجة اسمها برايماري اسبرماتو صايت قد إيه دي يا دكتور برضو 46 كروموسوم كل الفرق إن هم زادوا في العدد برايماري اسبرماتو صايت ويبدأ البرماري اسبرماتو صايت ينقسم لـ 23 كروموسوم يتقسم لعدد من الكروموسومات النص بنسميها بلويد نمبر في كروموسوم يعني نص عدد الكروموسومات ويتحول لسكندري اسبرماتو صايت والسكندري اسبرماتو صايت دي يا جماعة البرماري يتحول لسكندري في عملية اسمها الفيرست ميوزيس يبقى الفيرس ديميوزيز ده اللي بيحصل فيه الكروموسوم تتقسم للنص بعد كده تبدأ السكندر اسبرماتوسايد كانت تتحول لحاجة اسمها سبرماتيد برضو السبرماتيد فيه 23 كروموسوم والعملية دي بقى كنا بنقول عليها سكنديميوزيز وحتى كنا بنقول شبه بالضبط الميتوزيز يعني باسم الله ما شاء الله الميتوزيز شبه بالضبط السكنديميوزيز بس بيختلفوا في حاجة ان الميتوزيز بيحول 46 ل46 لكن السكنديميوزيز بيحول 23 ل23 ومن هنا تنتهي عملية الاسبرماتوجينيز ولكن الاسبرماتيد يتحول الاسبرم عن طريق حاجة اسمها سبرميوجينيز فاكرين لما كنت بقول لكم فرقوا بين سبرماتوجينيز واسبرميوجينيز والتغير الشكلي في الاسبرم بقى ان يبقى ليه هيدوينيكو باديوتيل وشغل جبير وبعد كده يبدأ الاسبرم يبقى له قدرة على الحركة والتحرك في عملية اسمها سبرميييشن وكنت بقول لكم فرقوا ما بين كلمة اسبرميييشن واسبرميوجينيز واسبرماتوجينيز هو ده يا جماعة وكده يبقى الاسبرم بتاعنا فيه 23 كروموسوم يا دكتور زي ما الاسبرماتيد كان فيه 23 كروموسوم خلي بالكم ان كل الخطوات دي كانت بتحصل امتى 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 بتحصل من اول البيوبرتي يعني الاسبرماتوجينيز دي كلها على بعضها بتحصل امتى دكتور اكتب كده بجنب كده من اول البيوبرتي يعني عنده 13 سنة كده وانت طالع اما عملية والى امد الظهر والى اخر العمر عشان كده رجال يقدروا يتجوزوا ويخلفوا وممكن تلاقي وعنده 60 70 سنة وبيخلف لكن الفيميل بقى يا جماعة عايزين نفهم عايزين نفهم عشان نطبق الكلام ده على الواقع بتاعنا وتبقى فاهم طيب الاوقوجينيز بقى وهو عملية تحويل الاوقوجونيا قال لها ايه اللي جاب الاوقوجونيا دي يا دكتور نفس الكلام الاوفري بيبقى فيها حاجة خلايا كده اسمها جير من الابيسيليم الخلايا دي يا جماعة هي الاوقوجونيا كام كروموسوم 46 كروموسوم الله تبدأ بالميتوزس يا كمان تبدأ تتحول لحاجة اسمها برايمري اسبرماتوسايت ما لها دي يا دكتور فيها برضو 46 كروموسوم تبدأ البرايمري اسبرماتوسايت تتاسم بالفيرست مايوزس وتتحول لسكندري اسبرماتوسايت السكندري اسبرماتوسايت مش اسبرماتوسايت بقى يا دكتور انت لغبطيني ليه لا 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 اسمها معلشي برايمري او او صايت ويبقى السكندري دي بقى ما اسمها السكندري اسبرماتوسايت برضو يبقى اسمها سكندري ايه او او صايت يبقى هو هو نفس الفكرة بس تشيل كلمة اسبرماتوسايت وحط او او صايت بعد كده السكندري اسبرماتوسايت لسه ما كملشي السكنديميوزس يلا يا باشا كمل السكنديميوزس بتاعك تتحول بالسكند ميوزس برضو لقو او مش لقو طايت بقى ما فيش حاجة اسمها قو طايت في حاجة اسمها او فام على طول يبقى البرائمري اسبرماتوسايت 46 السكندري البرائمري اسدي او صايت 46 السكندري او صايت 23 ال او فام 23 هو هو نفس الميل بس شيل كلمة اسبرماتوسايت حط او صايت شيل كلمة اسبرماتوسايت حط او فام وهو نفس كل حاجة الفرق فيه بقى يا دكتور الفرق في الزمن ايه الزمن دي يا دكتور بيقولك ان ال او او جونيا بتتحول لبرائمري اسايت وتقف قال له تقف ازاي يا دكتور بيحصل الكلام ده في المرحلة الجنينية ديورنج فيتس اثناء الجنين تخيل مش وقت البيوبرتي يعني تخيل البنت يا جماعة بتبدأ التكوين البضيضة فيها من وهي الجنين ويبطن امها طيب وتقف لغاية ايه تبقى تقف لغاية ما البنت دي تكبر وتبدأ بقى يحصل لها البلوغ وعند البلوغ يكمل بقى الفيرستيمايوزس والسكنديمايوزس بيكملوا وبيكملوا في حاجة هنقولها بعد كده يعني عندك الفيرستيمايوزس ده بيكمل قبل مرحلة اسمها الوفيوليشن قبل الوفيوليشن اما السكنديمايوزس بيكمل بعد مرحلة اسمها فيرتاليزيشن يعني افتكر قبل وبعد الفيرستيمايوزس بيكمل قبل الوفيوليشن والسكنديمايوزس بيكمل بعد الفيرتاليزيشن هتقول لي ايه أوفيوليشن وايه فيرتاليزيشن اقول لك هنشوف بعد كده الكلام ده هنفهم ايه الوفيوليشن وايه الفيرتاليزيشن احفظها بس دلوقتي طب كده يا دكتور يعني انت عايز تقنعني ان البنت اول ما تتولد بيبقى عندها أوفري والأوفري ده فيه جير من الإبسيليم أيوة وكل الأوغونيا اللي موجودين عندها اتحولوا بالميتوزيس لبرايمري أوو سايت دي فيها 46 ودي فيها 46 ايه ده يا دكتور يعني ما بقاش فيه أوغونيا ما بقاش بقى الخلايا بتاعتك عبارة عن برايمري أوو سايت طب يا دكتور عندنا كام خلية موجودة بيقول لك بيوصلوا ساعة البيرس يعني عند الولادة لحوالي اتنين مليون يبقى عندي كان برايمري أوو سايت حوالي اتنين مليون عند البيرس عند البيرس ساعة الولادة وعلى ما يوصلوا للبلوغ بقى عشان نكمل بقى الفيرست والساكن دي ماوزس على ما يوصلوا البلوغ يبقوا حوالي 400 ألف عند مرحلة البلوغ البيوبرتي تخيل دلوقتي يا جماعة هتقول لي طب وربعمائة ألف وما قال له كده ده مشكلة اقول لك لا احنا ما بنعتكش منهم غير حوالي 450 ولا حاجة يعني الربعمائة ألف دول كتير جدا بالنسبة لنا فهمنا كده دكتور يبقى يا جماعة البريمال اوصايت دية البنت لما بتتولد بيبقى عندها بريمال اوصايت والبريمال اوصايت دول بيبقى حوالي اثنين مليون في المبيضين اللي اثنين مع بعض اثنين مليون يعني كل المبيض حوالي مليون وبعد كده 400 ألف برضو في المبيضين يعني كل المبيض حوالي 200 ألف طب المهم بقى دكتور القوصايت دي عملت حركة لذيذة قوي غطت نفسها طالما قالت لك بقى أنا عاعد فترة طويلة كده همعلم وهنتظر لغاية البلوغ يعني تخيل دلوقتي قالك تعالها اللعبة الكورة وبعد كده قالك الحق إيه لا ده انت لسه الماتش كمان مثلا ساعة فتقوم انت عامل إيه لابس لبس بقى وقعد مستنى الماتش بتاعك هو ده اللي بيحصل البرايمر أوصايت أول ما بتتكون كانت متحفزة جدا بقى انها تتحول للسكند أوصايت والأوفم والكلام ده لقيت نفسها قالولها استخبي بقى برايمر أوصايت وتغطي كده بشوية خلايا كده يغطوكي في لات سيلز كده يغطوها بيجو منين الخلايا دي بيجو من السيترومة أوف الأوفري يعني من نص الأوفري يطلع خلايا يغطوها كده ويبقى اسمها بريمورديال فوليكل إيه البريمورديال فوليكل دي يا دكتور البريمورديال فوليكل هي هي البرايمر أوصايت بس متغطية بشوية خلايا في لات سيلز كده نقول عليها بريمورديال فوليكل طيب هي تغطت ليه كده يا دكتور لإني هتبرد ده لسه لغاية البلوغ هتشتغل تاني فعلى ما ييجي بقى البلوغ إن شاء الله نبقى إيه نبقى نشتغل تاني هو ده جماعة عملية هو ده عملية الأوجينيسي بقى الأوجينيسي أهوت ديورينج فيتس قلنا الخلايا الأوجونيا الستة واربعين بيتحولوا ليستة واربعين تانيين اسمهم برايمر أوصايت البرايمر أوصايت بتتغطى بفلاد سيلز وتبقى اسمها بريمورديال فوليكل عدد البريمورديال فوليكل أول برايمر أوصايت ما هي هي اتنين مليون عند البرز بيصروا بعمية ألف بعد عند البلوغ وبعد البلوغ بقى صبعا بيكملوا الفيرست موزس والسكند موزس وتحفظ ده يا جماعة يجي لك سؤال وده ممكن يجي لك سؤال نيجي لتاني وظيفة للأوفري وهي إنها بتطلع السيكس هورمونز يا جماعة زي ما كانت التستس بتطلع الميل سيكس هورمونز فالفيميل بتطلع السيكس هورمونز هتقول لي يعني إيه يا دكتور بتطلع السيكس هورمونز دي لأ فهمني كده يا دكتور هقول لك يا حبيبي فاكر الهايبو صلمز كان بيطلع جي ان ار اتش فاكر أيوة تعالى أكلمك عن الفيميل وأكلمك عن الميل الميل لما جينا بنشرح كنا بنقول ليبو صلمز بيطلع جي ان ار اتش جنادو تروفيري ليزون جورمون اللي بيحفز الانتيرو البتيوتر عشان يطلع حاجتين يا اف اس اتش يا ال اتش اللي اتنين دول كانوا بيروحوا للمبيض بتاعنا ها ويحفزوه ال ال اتش كانت بتحفز اللايديكسل إنها تطلع تستوستيرون أو الاندرجن بصفة عامة وال اف اس اتش كانت بتنشط السرتولي سيلز عشان تشتغل شغلها وكان التستوستيرون ده لو تفتكر كان بيبقى ليه نيجا تفيدباك ميكانيزم على ال ال اتش وعلى كمان الجي النهار اتش وكان السرتولي سيلز بتطلع انهيبين الانهيبين ده برضو بيبقى ليه نيجا تفيدباك على ال اف اس اتش ده اللي قلنا في الميل هنرجع نقوله في الفيميل بس بشكل تاني يا دكتور ازاي قالك نفس الكلام الهايبوسالمس بيطلع جي النهار اتش جنادوتروفيري ليزينج هورمون بيحفز الانتيروبيتيوتر إنها تطلع اف اس اتش وال اتش يقوم ال اف اس اتش وال اتش يروحوا على الاوفري المبيض يقوموا ال اف اس اتش تحفز الاوفري إنه يطلع استورجن وال اتش تحفز الاوفري إنه يطلع بروشسترون وما تنساش يا عبد الله إن الاستورجن بيعمل انهيبشن على ال اف اس اتش وكمان والبروجسترون بيعمل نجات الفيدباك انهيبشن على ال ال اتش هم هم الهورمون اللي بيطلعوا هنا بيطلعوا هنا بس دول بيطلعوا بيطلعوا حاجات تخص الزكورة ودول بيطلعوا حاجات هرمونات تخص ال ايه الانوسة طيب يا دكتور ايه اللي يحصل بعد ما البنت تكبر وبعد ما يبقى عندها بريمورد يا الفلكل ايه اللي يحصل بص بقى يا ريس الاختلاف التاني في الفيميل عن الميل إن الميل يا جماعة ما عندوش تغيرات شهرية يعني ايه ما عندوش تغيرات شهرية الميل نيجي العنوان تاني عندنا في الفيميل اسمه في ميل سيكشوال سايكل ايه الفيميل سيكشوال سايكل دي يا دكتور وليه ما قلناش الكلام ده في الميل يا ريس الميل ما عندوش الكلام ده الميل عنده سبرمات واضح وصريح ومباشر الميل ما بيكبرش الاسبرمات وجنية لبرايمر سبرمات وما بيكبرش البرائمر وما بيكبرش السكند الاسبرماتيد وما بيكبرش الاسبرماتيد الاسبرم غير عند البلوخ الى امد الظهر وما عندوش حاجة اسمها تغيرات شهرية يعني الكلام ده مش مرتبط بشهر ولا بيوم ولا بليلة هو عنده الاسبرم على طول بتتكون في التستس بتاعته لكن عندنا في الفيميل الوضع مختلف ايه الوضع مختلف الفيميل عندها تغيرات شهرية والتغيرات الشهرية اللي بتيجي للفيميل تخيل نشأة من ايه ان اصلا عندها تغيرات هرمونية شهرية بتحصل في الانتيرو البيتيوتري اللي هم اصلا بيطلعوا الFSH والLH عندهم كل شهر بيحصل فيهم تغيرات غريبة جدا هم دول اللي هيخلوا الفيميل بتاعتنا متلغبطة على موار الشهر ازاي بقى دكتور ان عندنا الهايبو صلمس لسه قيلين من شوية لسه قيلين انه بيطلع الG النار H شفت انا لسه قيلك من شوية يبقى الميل شبه الفيميل وكل حاجة بس ركز معايا بقى الفيميل اختلافها عن الميل قالك الفيميل الG النار H اللي بيطلع دهوت بيتغير على مدار الشهر والFSH والLH اللي بيطلعوا دول بيتغيروا يحصل لهم تغيرات على مدار الشهر دي اللي بنسميها الفيميل sexual cycle ومن هنا ظهر عنوان جديد اسمه الفيميل sexual cycle يعني كل شهر يا جماعة كل شهر كل شهر عندك بيحصل تغيرات هرمونية في الهايبو ثالمس وبالتالي تغيرات هرمونية في النار H وبالتالي تغيرات هرمونية في البتيوتري في خروج الFSH والLH هتقولي ازاي يا دكتور لقينا حاجة غريبة جدا ان اول الشهر في النص الاولاني الFSH بتاعلى وفي النص التاني من الشهر النص التاني الLH بتاعلى يبقى في النص الاول الFSH بتاعلى ويه النص التاني الLH بتاعلى ويه في المنتصف في الزبط ال2 بيعلو الLH مع الFSH تاني كده دكتور لقينا ايه لقينا ايه فهمني تاني لقينا اول الشهر الFSH تاعلى واخر النص التاني من شهر الLH تاعلى بس كده يا دكتور لا في النص بالزبط الLH والFSH ال2 بيعلو وان كان علو الLH بيوصل 6 العشر اضعاف اما علو الFSH بيوصل ضعفين بس هتقول لي ايه ده يا دكتور الكلام الكبير ده ايوه تعالى نفهم تاني في اول الشهر الFSH بتاعلى في النص الاول تقوم في النص التاني الLH بتاعلى اما في المنتصف ال2 بيعلو طيب الكلام ده بيعمل ايه بقى تخيل الكلام ده بيعمل التغيرات في كل الFemile Sex organs من اول الOvery هتلاقي هنا بيحصل لها تغير وهنا تغير وهنا تغير لغاية اليوترس هيحصل هنا تغير وهنا تغير وهنا تغير للServix هيتغير هنا وهنا وهنا للVagina هتتغير هنا وهنا وهنا يا لهوي كل الFemilia يا جماعة هيبدأ يحصل لها تغيرات على مدار الشهر بسبب تغير الهرمون زدول كل لما يتغير هرمون الFSH يبدأ يغير في الفemile تعال نشوف التغيرات اللي بتحصل في الOvery اللي هنقول عليها أوفيرين سايكل ايه التغيرات اللي بتحصل في الOvery يا جماعة وهندرس اول تغيرات عندنا بتحصل في الOvery اللي هنقول عليها أوفير سايكل تعال نرسم الOvery والركز مع بعض في اول الشهر زي ما انا قلتلكم من شوية ان بيحصل زيادة في الFSH طب تعال نترجم في FSH يعني ايه Follicular Stimulating هورمون ايه ده Follicular Stimulating هورمون اسم رن في دماغك الاسم هيعرفك احنا عايزين نوصل لايه فاكر الOvery بتاع الفيميل كان في ايه اصلا كان في حاجة اسمها Secondary Oocyte والSecondary Oocyte كانت متحوطة بFlat Cells كان اسم المركب ده على بعضه Primordial Follicle وكنا بدئين اتبرس ب2 مليون وصلنا ال400 ألف عند البلوغ وحنا عند البلوغ دلوقتي ما هو الOvery Cycle بتحصل بقى عند البلوغ تعال نشوف بقى ايه لا يحصل في Primordial Follicle عند البلوغ بسبب FSH يا جماعة FSH بيعمل حاجة جوه الOvery بنقول عليها Follicular Stage او ساعات يقولوا عليها Maturation Fees او Follicular Fees Follicular Maturation Fees ايه دي يا دكتور شرح لي كده يا دكتور ايه اللي بيحصل بص يا رايز لقينا ان في اول كل النص الاولاني من الشهر تقريبا من اليوم الاولاني لليوم الثلاث يعني في النص الاولاني من الشهر من اليوم الاول لليوم الثلاث تلاث تلاث لقينا ان في بداية كل شهر بيحصل الات حوالي 6 ل 12 بريمور دير فوليكل من الربعمائة الف دول 6 بس او 12 يعني عدد محدود منهم مش كلهم بيحصل لهم ايه دكتور بيبدأوا ينضجوا ويكبروا ويتغيروا في الشكل وتتغير الملابس بتاعتهم هما كانوا يا دوبك لابسين جاكت فاكر لما كنت بقولك السكندرو سايت تغطت بايه بفلاد سيلز كده وشكرا عشان قالوا لها اصبوري بقى انت لسه مش هتشتغلي دلوقتي فيقوم يحصل ايه بقى يحصل تغيرات رهيبة جدا اول تغير اسمها زونة ايه باللوس ده سيبك منزونة باللوس ده المهم الفلاد سيلز اللي كانت مغطيها تكبر في الحكم وتبقى كيوبويدل كده يعني شكلها مدور كيوبويدل سيلز ويبقى اسمها بقى وتبدأ ترصب جواها جرانيولز جرانيولز يعني شوية حويصالات كده صغيرة جوا الخلايا دي فعشان هي كبرت وبقى فيها جرانيولز قالك طب وإحنا نلغبط نفسنا ليه ما نسمي الخلايا اللي حوالي دي جرانيولوز سيلز عشان فيها جرانيولز طب حلو يا دكتور طب نطلق بقى على الفوليكل دي ايه اذا كان اللي فاتت كنا بنقول عليها بريمورد فوليكل قال خلاص سمي دي برايمري فوليكل جرانيولوز سيلز طب الجرانيولوز سيلز اللي فيها جرانيولوز دي يا دكتور هتعمل ايه قالك هتطلع سيكريشان هتقول يا دكتور طب هتطلع سيكريشان ازاي اقولك يا حبيبي ما الجرانيولز دي اتقلت لك زي الحواصلات مليانة سيكريشان فتبدأ الجرانيولوز سيلز تطلع سيكريشان براها كده اهو يبقى المنظر عامل كده شوية سيكريشن براها عاملة كده اهو تطلع سيكريشن الجرانيولوسا سيلز تبدأ تطلع سيكريشن دكتور والسيكريشن اللي بتطلع دي ايه قال لك كافيتس كده تبدأ تظهر كافيتس والكافيتس دي عبر عن سيكريشن مليانة استروجين قال له طيب هسمي بقى القصة دي ايه ايه رأيك عشان مليانة كافيتس كده ومخرامة كده وفيها فراغات هنقول عليها فيزيكولار فيزيكولار فوليكل يبقى بعد اما كان اسمنا برايمري فوليكل بقى اسمنا فيزيكولار فوليكل الله عليك يا تسلم والديك بعد الفيزيكولار فوليكل يبدأ الكافيتس الصغيرة تتجمع بعضها وتعمل لك كافيتس كبيرة اوي 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 ويبقى اسمك الانترام ايه ده دكتور اهو بص كده بقى المنظر عامل ازاي ادي السكندري او قصايتهيت وقادي الزونابلوس ده هي معلم وحواليها الجرانيولوزا سيلزة ايه بص كده اهو بص عمله ايه بص الرهوان عمله ايه بص جمعوا كل السكريشن اللي كانت محوطهم جمعوها في كافيتس واحد كبير اهو ايه الكافيتس ده دكتور ماليان استروجين فهنقول عليه بقى المرة دي هنقول عليه انترال فوليكل انترال فوليكل يبقى بعد ما كان اسمه فيزيكلر بقى اسمه انترال فوليكل ساعات بيقولوا عليه بقى السكندري فوليكل ليه بقى ما هو يعني بيعتبروا الفيزيكلر فوليكل دي مش موجودة فمن برايمة للسكندري على طول ما الفيزيكلر شوية تبقى انترال فبيعتبروا هيش موجودة فبيقولوا على الانترال سكندر على طول فوليكل طيب يا دكتور حلو هل ده بس الموضوع كبر كده وشو لا لسه ايه اللي بيحصل بيقولك بيبدأ بقى يا دكتور ها يبدأ احنا عندنا كام واحدة بقى اسمه انترال من 6 الى 12 بيحصل حاجة غريبة جدا في واحدة بتكبر قوي من 6 الى 12 دول وفي تقريبا 5 او 11 واحدة بيموتوا ايه ده دكتور فاهبني فيه 5 او 11 واحدة بيبوزوا وفيه واحدة بس بتكبر بتكبر ازاي برضو بتكمل ادي السكندريوسايت و ادي الزوناب اللوس دهيت و ادي الخلايا اللي حواليها هي دكتور زي ما انت شايف كده و بيبقى فيه فولك الكبيرة كده اللي هو الانترام و حواليها خلايا تانية اه الخلايا بقى اللي حواليها تكبر هتقول لي تكبر ازاي دكتور اقولك بص كده ركز معايا بيبدأ يتكون خلايا جديدة حواليها كده نقول عليها غير بقى الجرانيولوزا سيلز كمان يعني احنا اصلا عندنا جرانيولوزا سيلز يبدأ يتكون خلايا جديدة حواليها كده نقول عليها سيكا انترنا و حوالين السيكا انترنا يتكون خلايا تانية كده هوت هومت اسموه سيكا اكسترنا كل ده يا دكتور ايه هل انا غيرت حاجة السكندروسايت لا 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 هم هم السكندروسايت بالستة واربعين كروموسوم زي ما هم امال ايه اللي حصل يا دكتور كل اللي انا عملته قاعد بقبر بقبر الفلكل اقبر الفلكل هتقول لي يا دكتور هو ايه السيكا انترنا وايه السيكا اكسترنا دول بص رايز انا كده بقى حوالين الفلكل كام خالية عندي جرانيولوزا سيلس وعندي سيكا انترنا وعندي سيكا اكسترنا كل دول بقى حوالين مين يا دكتور حوالين الفلكل الجرانيولوزا سيلس دي يا دكتور من غير ما اتفكر كده بتطلع لسه إلاك دلوقتي فيها جرانيولز والجرانيولز دي بتطلع مين استروجين السيكا اكسترنا السيكا انترنا معلش برضو بتطلع هرمونز بس بتطلع اكتر بروجسترون من الاستروجين اكتر من الاستروجين اما السيكا اكسترنا دي انا اخد بعد شوانا بتطلع انزيم بتاكل المنطقة اللي حواليها لكن مش بتطلع هرمونات يبقى في واحدة بتطلع استروجين واحدة بتطلع مين بروجسترون واحدة بتطلع استروجين واحدة بتطلع ايه بروجسترون عشان كده فاكر لما كنت بقولك هنا كنت بقولك ال-FSH هو اللي بينشط خروج مين ال-Estrone وال-LH هو اللي بينشط خروج مين البروسترون ركز بقى معاك كده حلو مشانا قلتلك ان الجرانيولوزا سيلز هي الخلايا اللي بتطلع ال-Estrone يبقى عليها رسبتر ليمين لل-FSH عشان ال-FSH لما يمسك فيها يخليها تطلع ال-Estrone طب السيكا انترنا هي خلايا عليها رسبتر ليمين لل-LH عشان لما ال-LH يمسك فيها يخليها تطلع بروشسترون اما السيكا اكسترنا دي قصة تانية دي بتاكل المنطقة اللي حواليها وخلاص لكن ما بتطلعش يرمون يبقى تاني يا جماعة ايه اللي عملته تاني ايه هي الفوليكلر ستيج الفوليكلر ستيج هي اول خطوة بتحصل في ال-Overian cycle ايه اللي بيحصل لدكتور الفوليكل تكبر كان اسمها برمورديال بقى اسمها برايماري عن طريق الجرانيولوزا سيلز بعد كده الجرانيولوزا سيلز تعمل كافة السمرة تتقلب لكافة كبيرة بقى اسمها انترال فوليكل دي السكندري فوليكل بعد كده الانترال فوليكل بتكبر ويبقى اسمها جرافيان فوليكل واحدة بس لكن فيه 11 بيبوزو هتقوم انت سألني طب هو ايه تفسيرهم يا دكتور ان فيه 11 بازو واحدة هي اللي عاشت اقول لك حاجة 11 بازو عشان حاجة غريبة جدا مش انا لسه اقيل لك ان الجرانيولوزا سيلز بتطلع مين لي استروجين ويه اهو الجرانيولوزا سيلز بتطلع استروجين وعندك السيكا انترنا بتطلع برضو بروجسترون ايه يا دكتور الاستروجين البروجسترون دول يا جماعة لسه اقيل لك هم بيطلعوا من السيكا انترنا وبيطلعوا منين من الجرانيولوزا سيلز دولت بيروحوا يعملوا يا جماعة نيجاتيب فيدباك ويقللوا ال-FSH وال-LH يا دكتور الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده ما انا لسه قلولك يا رئيس من شوية مش انا قلتلك ال-FSH بتخلي ال-OVER اتطلع ايستروجين او بيطلع من الجرانيولوزا سيلزا وال-LH بتخلي ال-OVER اتطلع بروشسترون او بيطلع من السيكا انترنا الاستروجين وبروشسترون كانوا بيروحوا يعملوا نيجاتيب فيدباك على ال-LH وعلى مين ال-FSH ايوا يا دكتور حلو حلو كده بص بقى ركز كده معايا او بيقولك سبب ان ال-11 دول ماتوا ان الخلية دي طلعت استروجين كتير وبروشسترون كتير عمل نيجاتيب فيدباك على ال-LH وال-FSH فلما يقل ال-FSH وال-LH دولت تموت هتقول لي يا دكتور تموت اذا كان انا اصلا قلتلك الفليكولارستيتج بتبدأ بايه بزيادة ال-FSH فلما يبدأ يقل شوية ال-FSH وال-LH تبدأ الفليكول دي تموت لان هي اصلا من الاساس كبرت بفضل مين ال-FSH فأم واحد نصح قال لي طب يا دكتور 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 انت بتتنصح علي طب بنفس المثل المفروض الجرافيام فليكول دير اخرى تموت اقول لك لا ما بتموتش الجرافيام فليكول تقوم انت اقول لك عشان انا لسه اقول لك من شوية الجرانيولوزا سيلز الريسبتور بتاعتها تكتر لل-FSH والسيكا انترنا الريسبتور بتاعتها تكتر لل-LH ايه ده يعني يا دكتور يعني سبحان الله ان في واحدة من الفليكول دول بتبقى نصحة زيادة على اللزوم عارفة كده نصحة مش بس بتكبر لا ده بتكبر وتحط على السطح بتاعها FSH وال-LH ريسبتور اتقولي طب و ايه فايدة الريسبتور دي يا دكتور اقول لك يا دكتور القرش اللا بيض ينفع في اليوم الاسود يعني ايه يعني ريسبتور البيضة تنفع في اليوم الاسود L-FSH وال-LH هيقلو فيه فلما ال-FSH وال-LH هيقلو فيه هيلاقوا الريسبتور يعني تستجيب لاقل كمية فالجرافيام فوليكل مطبوسي وتكبر ويبقى فيه واحدة كبرت عشان عندها ريسبتور تقدر تحس ال-FSH وال-LH حتى وهم كميتهم صغيرة تقدر تشتغل عليهم وتقدر تكبر الجرافيام فوليكل وهنا خدنا الفوليكولار ستيتش نرجع تاني راجعهم بسرعة الأوفيريان سيكل خدنا حاجة اسمها الفوليكولار ستيتش ايه قصتها دي دكتور بتبدأ من اليوم الاول اليوم التلاتاشر under FSH البريمورد ريفولكل بيبقوا 6-13 بيكبروا في الحجم ويتحول كوبويدال سيلز بقى اسمها جرانيولوزا سيلز وبقى تقال عليها براهيمة ريفولكل بيبدأ الجرانيولوزا سيلز تطلع استروجين سيبك من الفيزيكولار فوليكل دول الاستروجين يعملوا كافيتس 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 ويتحدوا مع بعض ويبقى اسمهم انترال فوليكل او سكندري فوليكل شوية بشوية يبدأ تحوط نفسها بسيكا انترنا وسيكا اكسترنا ويبقى اسمها جرافيان فوليكل طيب دكتور واحدة بس بتكبر 11 بيموتوا اللي بتكبر بتكبر ليه بتكبر عشان عندها ريسبتور ربنا خلقها زيادة على سطحها طيب اللي بيموتوا بيموتوا ليه عشان النقص الـ FSH والـ LH عمل عليهم وماتوا وما كانش عندهم ريسبتور وبالتالي ماتوا بسرعة طيب دكتور الجرافيان فوليكل ده اتناها تكبر لدرجة يبقى حواليها كمان سيكا انترنا اللي هتطلع استيرويدرمون وقلنا اهم استيرويدرمون ده اللي هو البروجسترون خلاص والسيكا اكسترنا وقلنا دي اللي بتطلع انزيم بتاكل المنطقة اللي حواليها اه دهوت ودي مكمل لك بيبقى عليها في السيتش رسيبتور وبتطلع مين لي مين استروجن اما السيكا انتنة عليها الليتش رسيبتور وبتطلع مين بروغسترون طيب كتب لك مبين الاستروجن كنتين الـ Aromatase Enzyme لان لو تفتكر وانا بشرح لك الميل كنت قلت لك ايه قلت لك يا دكتور عشان نكون الاستروجن لازم يبقى عندنا Aromatase Enzyme لازم يبقى عندنا ايه Aromatase Enzyme وكده يبقى احنا خدنا الفوليكولر استيج اللي بتحصل جوه مين الفوليكولر استيج اللي بتحصل جوه الاوفري يبقى دكتور فهمني كده يا دكتور من الاخر كده تعالى نكتب الكلام بشكل مختصر نفهم ايوا افهمك تاني ان عندك في اول الشهر خالص الف اس اتش بتعلم اليوم الاول لليوم التلاتاشر تقوم الاوفري تستجيب لها تستجيب لها ازاي البريموردير فوليكول تتحول لبرايماري فوليكول والبرايماري فوليكول تتحول لسكندري فوليكول او أنترال فوليكول ها الانترال فوليكول في واحدة تكبر وفي 11 بيموتوا اللي بيموتوا دول خلاص اللي بتكبر دي بيبقى اسمها جرافيان فوليكول ويبقى احنا اخر التلاتاشر يوم بقى عندنا حاجة اسمها جرافيان فوليكول ما شاء الله عندها جراينيولوزا سيلز عندها سيكا انترنة عندها سيجا اكسترنا كل ده عندها نيجي بقى في نص الشهر عند اليوم الاربعتاشر ولسبب ما غير معروف وغير مفصر ويوضع نظريات لتفسيره لكن مش معروف ليه بنلاقي عند اليوم الاربعتاشر حاجة غريبة بتعصى مش بس الFSH بيعلى الFSH بيعلى للضعف والLH بتعلق لست العشر اضعاف بيسموا القصة دي LH وFSH بس طبعا الLH هو الاهم لان يا دكتور علي 6 ل10 اضعاف علي كتير جدا يعني ساعات ما بيقولوش حتى الFSH سيرج ده لاني جنب الLH عارف انت واحدة زي الامر وجنبها واحدة واحدة فمغطية عليها حتى لو الاتنين يعني حلوين شوية فالحلوة او مغطية على الحلوة نص ونص الLH عالي لدرجة يعني مغطية على الFSH فانت دلوقتي عندك ايه ها الLH عامل عظمة وعالي جدا 6 ل10 اضعاف اما الFSH كان عالي لضعفين بس طب ليه الكلام ده يا دكتور ايه اللي حصل طب ليه البتويتر عملت كده فور النون ريزون يعني لسبب ما غير معروف بيسموه لدرجة انهم يفرقعوها يعني هيكبروها لدرجة انهم يفرقعوها ويه لما يفرقعوها هيعملوا حاجة اسمها أوفيوليشا مش بس كده ده هيعودوا يكبروا فيها هيكبروا فيها وانت يا فوليكل كبيرة وانت كبيرة لغاية اما تتغير الفوليكل ويغيروا من الفوليكل ويخلوها تطلع بروجسترون بعد ما كانت الفوليكل بتطلع استروجين بكمية كبيرة هيغيروا منها يخلوها تطلع من بروجسترون يبقى ايه تاني يا دكتور اللي بيحصل في المرحلة دي المرحلة دي يا جماعة بتبدأ بالLH والFSH بيزيدوا لدرجة كبيرة جدا لدرجة انهم بيكبروا الفوليكل يخلوها تتغر لدرجة انها تغير السكريشن بتاعها وتتحول لبروجسترون في نفس الوقت تبدأ تتغر وتبدأ تكبر لدرجة اني يحصل تفرقع ويحصل ايه ويحصل أوفيوليشن طب دكتور ايه بقى اللي بيحصل او ايه سبب أوفيوليشن ده هقولك انا ايه سبب أوفيوليشن سبب أوفيوليشن حكتين زي ما خدنا سبب يعني الجرافيام فوليك اللي واحدة كبرت و 11 ماتوا حكتين اللي كبرت دي نصحة بزيادة عملت لنفسها ريسبتور وال 11 اللي ماتوا دول هبل دول كبروا لدرجة انهم ما عملوا FSH و LH انيبشن بالفيدباك فماتوا في الاخر طب يا دكتور ايه اللي خلى الفوليك اللي تعمل أوفيوليشن تعالوا نفهم قالك لما ابتدى يعني يكتر ال LH وال FSH ابتدوا ال LH وال FSH يحفزوا مين بقى يا حبيبي يحفزوا فاكر ارسم لك كده السكندروساية كان حواليها حاجة اسمها زونة باللوسي ده وبعد كده جرانيلوزا سيلز شوية جرانيلوزا سيلز جميلة كده خلاص وبعد كده كان حواليهم حاجة اسمها سيكا انترنا هي سيكا انترنا هي وبعد كده حواليهم حاجة اسمها سيكا اكسترنا الحمرة دي ايه سيكا اكسترنا ايه اللي بيحصل يا دكتور عشان يحصل أوفيريشن بيحصل استيميليشن للسيكا اكستنة لدرجة بقى يا جماعة السيكا اكستنة دي بتطلع بروتيوليتك انزيم مش انا قلتلك بتاكل في اللي حواليها تطلع بروتيوليتك انزيم بالسيكا اكستنة لدرجة انها تتنى تكسر في نفسها تكسر في نفسها تكسر في نفسها لغاية ما خلاصها تفرقع طيب بس كده يا دكتور لا 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 لسه وكمان جوه الفوليكل دي بيبقى في شوية اوعية دموية يحصل فازو دايلتيشن في الاوعية الدموية اللي جوه فيحصل حاجة اسمها هيباريميا يعني هيباريميا يعني زيادة الاحمرار بتاع الفوليكل بسبب الفازو دايلتيشن يقوم الهيباريميا دي يا دكتور طب يا دكتور هو ليه حصل فازو دايلتيشن قالك بالفوليكل دي بتطلع حاجة اسمها بروستاج لندن هي اللي بتعمل فازو دايلتيشن فالفاصدولاتيشن يعمل هباريمة ايه المهم يا ميشو بعد الهباريمة بيتني بقى الهباريمة دي طلع سكريشن هنا وطبعا لما يحصل فاصدولاتيشن يبدأ يحصل ترشيح من الدم الدم دي يتنيه يكبر 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 الفوليكل لغاية ما تخليها تفرقع بقى عندك حاجة بتكبرها وحاجة بتضعف الكابسول بتاعها فيسهل عملية الفرقع يعني يقولك يا ليه بتفرقع عشان كبرت قوي بسبب البروستاج لندن عملت وعشان ضعف الكابسول بفضل مين يا دكتور الاكستيرنا اللي هو السيكا اكستيرنا يبقى يا دكتور ايه سبب الاوفيليشن او ان احنا كبرناها قوي بسبب البروستاج لندن والفاصدولاتيشن والباريمة والكلام ده وان احنا ضعفنا الكابسول بفضل مين الاكستيرنا طب ويا دكتور لما تفرقع تعملي بقى هتفرقع بقى يميش وبقى تقوم مطلعة من جواها مين ها فرقعت فتطلع السكندري او او سايد دكتور قبل ما تطلع السكندري او سايد بيحصل حاجة ايوة بيحصل حاجة فاكر اول الحصة لما قلتلك ارجع كده اول الحصة واحنا بنشرح ال او او جنيسس كنت قلتلك قبل حاجة قبل ايه دكتور فاكر كنت بقولك الفيرستمايوزس بيتم قبل الاوفيوليشن اهو ده وقت الاوفيوليشن Max ويتحول لسكندري او سايد لا رجعلي كده بقى 태ني تاني 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 ايه اللي حصل لها دكتور اهي السكندري او سايد اهيه بقى فيها 23 كرموسوم طب هي في الاول معلش دكتور كان فيها ايه اه اقال لا ده انا كنت كتبها غلط كان فيها برايمر او سايد هنا كل ده كان برايمر او سايد او برايمر او سايد في 46 46 46 46 46 بيجي بقى ساعة ما بتفرقع بتتحول وبرايمري لسكندري ويبقى اسمها يا دكتور ويبقى يبقى بس عشان حصل لغبطة معلش يا جماعة طول ما هي في كان اسمها وبرايمريوسايت وحصل قبل ما تتحول لسكندريوسايت ساعة يكمل وتتحول لسكندريوسايت فيها 23 كروموسوم وتفرقع ويطلع السكندريوسايت ونخش على المرحلة الثالثة بتاعتنا في الأوفري بعدما تفرقع تاني الأوفيوليشن يا دكتور الأوفيوليشن بيحصل على اليوم الـ 14 بفضل الـ LH والـ FSH أول ما بيكتروا دول يا دكتور بيعملوا حاجتين بيكبروا بيكبروا الفوليك الجدا بسبب البروستاجلاندل والفازو داتيشة لدرجة انها تفرقع ويقوموا ضعفين بالبروتيوليوتك انزيم اللي طالع من السيكا اكسترنا ضعفين الكابسول فتفرقع فعلا ويحصل أوفيوليشن قبل الأوفيوليشن لازم نتحول لسكندريوسايت طب يا دكتور مين بقى اللي بيطلع من الأوفيوليشن ده بقى دكتور اهو نرجع تاني رسمتنا الجميلة يبقى لو جينا رسمنا تاني اهو اول مرحلة هادي الأوفري حصل فليكولر استيج الفليكولر استيج بتحصل من اليوم الأول لليوم الكام لليوم التلاتاشر الفليكولر استيج دي ببدأ اتحول كان جو اسمي برايماري اوصايت و متحوطة بفلاد سيلز هتبدأ البرائيمار اوصايت بقى تتحول الفلاد سيلز لبرايماري او فوليكل لما تتحول لجرانيولوزا سيلز ثم سوكاندري فوليكل او انترال فوليكل ثم جرافيان فوليكل كل ده بيحصل فيه الفليكروستيز تغير شكلي في الفوليكل نيجي على اليوم الاربعتاشر بيحصل حاجة اسمها ايه يا دكتور اللي حصل بيكتر الال اتش جدا والاف اس اتش ساعات بنسميها الال اتش واف اس اتش سيرش لدرجة انهم بيكبروا يعملوا حاجتين يضعفوا الجدار يضعفوا الجدار ويكبروا الجرافيان فوليكل دهيت لدرجة ان الجريفيان فوليكل هتفرقع ويطلع من جواها حاجة بقى بيطلع من جواها البرايمير او سايت لا يا دكتور بقى اسمه المرة دي ساكندري او او سايت يعني 23 كرموسوم لان بتكمل عملية الفيرست مايوزس قبل ما يطلع طيب الاو سايت دي بيبقى حواليها يا دكتور بيبقى حواليها غشاء كده اسمه زونة باللوس ده وبقى حواليها بعض الخلايا اللي اسمها الجرانيولوزا سيلز طلعوا معاها كده ويبقوا محواطنة زي التاج كده فيقولوا عليها كورونا رادياتا كورونا رادياتا دي بقايا الجرانيولوزا سيلز ده لما الجرافيان فولك اللي بتفرقع بتطلع دول بقى جماعة وتبدأ دول اللي هاجروا عشان يعملوا التزاوج ما بين الاوفم والاسبيرم يعني هو ده جماعة اللي بيطلع من المبيض ويبدأ يطلع عشان يعمل التزاوج مع الاسبيرم خلاص كده يا دكتور لا لسه بس نيجي بقى لآخر الشهر خالص من اليوم الاربعتاشر لليوم التمانية وعشرين بيكتر الالي اتش زي ما انتوا عارفين والالي اتش ده يا دكتور بيعمل حاجة غبيلة جدا حتى اسمه لتنيزنج هرمون اسمه ايه لتنيزنج هرمون يعني الهرمون الاصفر ايه الهرمون الاصفر بص كده يا دكتور هتقول لي يا دكتور هو الكورونا رادياتا بالزونة باللوس ده بدول هيروحوا فين دول هيروحوا جوه الفالوبيان تيوب اهو لو رسمنا الفالوبيان تيوب هيا يا دكتور اهيت دول كلهم بيروحوا جوه لإيه الفالوبيان تيوب طب حلو اه يا دكتور امال يا دكتور بقيت الجرافيان فولك لدول هيروحوا فين ايه بقيت الجرافيان فولك مانا كان عندي شوية خلايا اسموه سيكا انترنا وعندي شوية خلايا بره اسموه سيكا اكسترنا وعندي لسه شوية جرانيولوسا سيلز كانوا موجودين هنا كل الفكرة بغيروا نشاطهم بدل ما كانوا بيطلعوا استروجين بيطلعوا برويجسترون الخلايا الباقية جوه الأوفري دول هيروحوا فين بعدما الجرافيان فوليكي الفرقعت الجرافيان فوليكي لما تفرقع اتطلع المركب اللي هو الساكندروسايت ترميه جوه الفلوبيان تيوب لكن هيتبقى البقايا بتاعتها ايه البقايا بتاعتها دول يا دكتور عندك حاجة اسموه سيكا اكسترنا وعندك حاجة جوها اسموه سيكا انترنا وعندك حاجة في الاخر اسموه جرانيولوزا سيلز هيتبقى كل دول بس كده دكتور لا 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 لسه يبدأ الليوتونيزنج هرمون يعمل لقطة غريبة جدا ايه يا دكتور ده بيعمل ايه يقول لك يرسب فيهم ليبدز فالليبد لونها اصفر وكلستيرول استيرويد كلها حاجات كلها كلستيرول فيبدأ يتحولوا لجسم اصفر ويبقى اسموهم ها بعد ما يترسل فيه الليبد كورباس ليوتيم كورباس ليوتيم الجسم الاصفر ليه يا دكتور ما قلتش عليهم فوليكل فوليكل يعني فيهم خلية ودول ما فهمش خلية ده شوي يعني تانية كان فيها سكد روصايت دول ما فهمش اوصايت فبالتالي نقول عليهم الجسم الايه الاصفر ايه فرق الجسم الاصفر بقى عن الجرافيام فوليكل الجرافيام فوليكل يا دكتور ها كانت فيها جرانيولوزا سيلز كتيرة وسيكا انترنا بس الجرانيولوزا سيلز كانت بتطلع استروجن بكمية كبيرة لكن هنا الكورباس ليوتيم بيطلع بروجيسترون بكمية اكبر من الاستروجن يا دكتور وبيطلع استروجن ايوة بيطلع استروجن بس بيطلع البروجيسترون بكمية اكبر منين يبقى بيبقى جوه الرحم بيبقى معلش جوه الاوفري ايه يا دكتور الكورباسلويتام هتقول لي ايه وظائف الكورباسلويتام الكورباسلويتام ده يا جماعة مش يبطال ليه مش يبطال لانه يا دكتور بيشرب بيرة بيشرب ايه بيرة يعني ايه بيشرب بيرة يا معلم بيطلع اربع حاجات هناخدهم بعد كده بيطلع بروجيسترون وإسترجن اللي هي البي بيطلع حاجة اسمها انهيبين ده هناخده بعد كده وحنا جبنا سيرته لما كنا اخدناه في الميل وبيطلع حاجة اسمها ريلاكسين وده برضو هناخده بعد كده وبيطلع كمية من الاندرجين يبقى بيطلع بيرة الكورباسلويتام بيطلع ايه مش يبطال وبيطلع ايه بيطلع بيرة عشان كده يقولك ليه خيلي سيكريتر اورجان الكورباسلويتام ده من الحاجات المشهورة جدا طب يا دكتور الكورباسلويتام ده يعمل ايه يعني انا عندي دلوقتي ادي الاوفرهو في كورباسلويتام جي منين يا عم الكورباسلويتام ده بعد ما الجرافيام فوليكل فالقعت كان في حاجة بره اسمها سيكا انترن وجرانيلوزا سيلز وسيكا اكسترن التلاتة دول اتحولوا الكورباسلويتام طب باقتهم رحوا فين الباقي طلع بره خالص الجرانيلوزا سيلزي ده طلعت بره مع الزونة باللوسي ده مع السكندر وصيد دول طلعوا بره لكن الاكسترنة مع الانترنة مع الجرانيلوزا سيلزي يتحولوا لما يترسب شوية دهون فيهم يتحولوا الكورباسلويتام طب الكورباسلويتام ده ما صيره ايه قالك على حسب ايه الحسب يا دكتور قالك بص لو الاقصايد ده حصل ما بينها وما بين اللي سبيرم تزاوج اللي احنا بنقول عليه فيرتاليزيزيشن فالكورباسلويتام ده هنشيله فقراصنا ونكبره لمدة 3 اشهر او 12 اسبوع يعني دايما في الحملة جماعة بنحسب حتى مدة الحملة بالاسميع مش بالشهور في التسالة الشهور الاولية يعني الشهر فيه اربع اسابيع يعني حوالي 12 اسبوع طب يا دكتور افرد افرد اني الاوصايد اللي طلعت دي ما لقيتش سبيرم وما حصلش تزاوج قالك الكورباسلويتام هيبوس قال له ليه يا دكتور قالك احسن لما ده بيموت حلو بيحصل حاجة اسمها كورباسلويتام انفوليوشن يبقى كورباسلويتام بيرزيستانس لما يحصل فرتليزيشن انفوليوشن قلنا ده بيحصل هتقول لي ليه يا دكتور قالك ما هو الكورباسلويتام ده يا دكتور مش قلنا انه بيطلع بيرة اشهر حاجة في البيرة البروجسترون والاستروجن وكان بيطلع انهيبين وبيطلع ريلاكسين وبيطلع اندرجين تسيبك من كل دول المهم من هو بيطلع بروسترون واستروجن وكمان البروجسترون اكتر اه البروجسترون والاستروجن دوروا بيعملوا نيجات فيتباك يقللوا ال FSH والل H طيب حلو ال FSH والل H دول لما يقللوا يا دكتور الكورباسلويتام بعد شوية يموت ويصغر ايه ده يا دكتور فهمني هو ازاي يا دكتور الكورباسلويتام هو اللي بيطلع هرمونات وفي نفس الوقت الهرمونات دي بيتموتوا في الآخر ايوة يا باشا ما هو الكورباس لوتيام مثلا بيتني يعلي في الاستروجين وبروجستروني يعلي فيهم يعلي فيهم يعلي فيهم لغاية اما يبدأ الاستروجين وبروجستروني يزيده في الدم قوي فيبدأوا يقللوا البتيوتري فيقل للFSH والLH فيبدأ الكورباس لوتيام نفسه يبوز يبدأ الكورباس لوتيام نفسه يبوز هو دي مرحلة مين الليوتية الاستيج الليوتية الاستيج باليوم الخمستاشر اليوم التمانية وعشرين يعني حوالي اربعة وعشرين يوم بيبدأ الجرانيولوزا سيلز والسيكا انتنة والاكسترنية كلهم يترصى فيهم دهون ويعملوا الكورباس لوتيام كورباس لوتيام بيطلع هرمونات كتيرة جدا من ضمنها بروجسترون اكتر كمان من الاستروجين وانهيبين اهوات بي وآي وآر ريلاكسين وي اندرجين بيرة اللي هم دول طب الكورباس لوتيام ايه مصيره لو حصل فيلتريزيشن هيكبر لمدة 3 شهور اما لو ما حصلش فيلتريزيشن الكورباس لوتيام نفسه هيتاني يكبر 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 هتقول لي ليه بيتدمر الكورباس لوتيام اقول لك يا حبيبي اصلا سبب اللي هاتش دي كلها هو علوة الالاتش فلما حضرك تروح تعمل نيجا تفيدباك علي الالاتش والاف اسش انت كده بتدمر الكورباس لوتيام نفسه هتقول ليه لما حصل فرتليزيشن ما تدمرش اقولك لاني بيطلع من البلاسينتا في اول 3 شهور دول بيطلع من البلاسينتا حاجة اسمها HCG بيطلع منين من البلاسينتا حاجة اسمها HCG الـ HCG دي بتخليه يجبر ويعيش يجبر ويعيش الكورباس لوتهم يبقى دكتور ليه الكورباس لوتهم مات وليه الكورباس لوتهم حصله انفيليوشن وليه في نفس الوقت ما ماتش قالك لو ما فيش فرتليزيشن الكورباس لوتهم ما يروح يقلل الـ FSH فبالتبعية طالما الـ LHL هيقلل الكوربوس لوتيم ويحصل الـ Involution أما يا دكتور لو الكوربوس لوتيم ما حصلش في الترائزيشن أو معلش لو حصل في الترائزيشن ده يكون جنين والجنين ده يعمل ماشيمة والماشيمة دي هتطلع حاجة اسمها الـ HCG الـ HCG هتعلق كوربوس لوتيم لمدة 3 شهور تعال نفهم القصة تاني ونقف كده عشان الناس ما تتوشي عشان عارفت ان الناس تتوه بص رايز انا عايزك تبقى فاهم ان في حاجة اسمها يعني كل شهر بيحصل تغيرات جوه المبيض في الفيميل تخيل كل شهر فيه تغيرات اول تغير ان كان عندي تحت تأثير الـ FSH العالي بيحصل حاجة اسمها والكلام ده بيحصل من اليوم الاول اليوم للـ 13 تقريبا بيبقى عندي حاجة اسمها الـ Primary O-Site اللي متحوتها بـ Flat Cells بتتحول وكان اسمها Primordial Follicle بيبدأ الـ Primordial Follicle تتحول لـ Primary Follicle والـ Primary Follicle تتحول لـ Secondary والـ Secondary تتحول لـ Gravium Follicle واحدة من الـ Gravium Follicle هيكبره واحداشر هيموته او خمسة هيموته طب ليه دكتور واحدة كبرت والباقي مات الواحدة دي نصحة عملت على نفسها FSH Receptor عشان تستجيب للـ FSH لكن في نفس الوقت الباقي مات عشان مقدرش يعمل FSH Receptor وبعد شوية كل الجرافيا فولكل دول زي ما انتو عارفين بيطلعوا من لي الاستروجين الاستروجين بيبقى ليه نيجات الفيدباك على الـ FSH والـ LH فلو الاستروجين ابتدى يقلل الـ FSH والـ LH ممكن يموت لك الـ 11 دول او الخمسة دول دكتور باللي سبب ما غير معروف بيلاقي على نص الشهر الـ LH عالي جدا 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 6 العشر اضعاف والـ FSH عالي حوالي ضعفين على اليوم الـ 14 عشان يعملونا المرحلة التانية اللي اسمها ايه المرحلة التانية دي يا دكتور قالك الجرافيان فوليكل دي بتقوم تفرقع ايه اللي خلها تفرقع قالك ما هو علو الـ LH قوي والـ FSH قوي عمل حاكتين كبروا جدا الجرافيان فوليكل ولما يكبروا الجرافيان فوليكل بسبب البروستا جلندل والفازلاتشان واليباريميا في نفس الوقت ضعفوا الجدار بتاع الجرافيان فوليكل ضعفوا الجدار بسبب البروتوليتك انظام اللي طالعا من السيكة اكسترنة فابتدت الجرافيان فوليكل تفرقع طب يا دكتور لما الجرافيان فوليكل فرقعت ايه اللي حصل طلع بره الجرافيان فوليكل السكندري بقى المراتي ايه معنى اسميتها سكندروسايت يا دكتور لاني اتحولت من برايمر اوصايت لسكندروسايت 23 كرموسوم وحاولين السكندروسايت ده يا دكتور في حاجة اسمها زونة باللوس ده وحاولينه في حاجة اسمها جرانيولوزا سيلج كل دول ايطلعوا بره طب مين بواقل جرافيان فوليكل بواقل جرافيان فوليكل بعد الحاجات اسمها سيكا اكسترنا بعضها بيبقى اسمها سيكا انترنا بعض الجرانيولوزا سيلز كل دول يا جماعة الفضلات دي هيبدأ يعملوا بقى المرحلة التالتة ايه المرحلة التالتة دكتور مع علو الـ LH في النص التاني من الدورة الـ LH بيعله بيعمل حاجة اسمها الـ L-Stage الـ L-Stage دي بتقعد حوالي 14 يوم اليوم الـ L-28 يعني حوالي 14 طيب ايه اللي بيحصل لدكتور البواقى دي كلها بتعمل جسم أصفر كده بيقولوا عليه كورباس لوتام عملوه ازاي يا دكتور اللي هم رصبوا هنا بعض الدهون فبقى اسمهم كورباس لوتام طب الكورباس لوتام ده ايه مصير يا دكتور قالك مصير وحاجتين اول حاجة ماشي بطال لانه بيطلع بيرة وفهمنا بيرة اللي هم طب الكورباس لوتام ده ايه مصيره قالك بيتوقف مصيره على مصير بنته مين بنته يا دكتور بنته اللي ها الساكندروسايت لو الساكندروسايت حصل فيها تزاوج او فرتريزيشن ولا ما حصلش فرتريزيشن لو حصل فرتريزيشن للساكندروسايت الكورباس لوتام ده هيكبر هيحصل له حاجة اسمه بيرزيستنت هتقول لي ازاي يا دكتور هقولك انا بسهولة جدا لما السكندروسايت دي بتكبر بتبدأ تكون الجلين ويحصل لها فرتليزيشن وتكون الجلين الجلين ده بيعمل المشيمة المشيمة بتطلع هرمون اسمه HCG الـ HCG ده هو اللي بيكبر الكورباس لويتيم ويخليه يكبر جدا وحتى هيقوله عليه كورباس لويتيم أوف بريجنانسي يعني الكورباس لويتيم هي تانية يكبر 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 لدرجة انه هيكبر في اول ثلاث شهور من الحمل طيب الكورباس لويتيم لو الست ما حملتش وما حصلت في الترازيشن أو تزاوج هيبدأ الـ O-Site دي هتموت في نفس الوقت الكورباس لويتيم بتاعها هيموت ويحصل له انفوليوشن زي ما الابن مات الأب يموت زي ما الـ O-Site ماتت الأب يموت تفتكرهوه لما الـ O-Site تموت الكورباس لويتيم تموت ولما الـ O-Site تعيش وتكمل وتتزاوج يبقى أمه أو أبوه يعيش ويكمل ويتجوز اللي هو الكورباس لويتيم الكورباس لويتيم لما السكندروسايت ما تعملت في الترازيشن هتبدأ الكورباس لويتيم دي يا جماعة تبدأ تموت ويحصل له انفوليوشن طب ليه دكتور بتموت قالك ماهو الكورباس لويتيم دي بتطلع هرمون مشهول جدا اسمه البروجسترون دكتور يا بتطلع بروجسترون ولا إستروجن هي بتطلع بروجسترون أكتر من مين من الاستروجن البروجسترون ده بيعمل نيجة الفيدباك انيباشن على الF-Site والLH لدرجة ان الLH أو الليتيم اللي هي بسببه علوه الLH يبدأ يقل تاني ويبدأ الكورباس لويتيم يموت كده ملخص ملخص الفوليكولر ستتتش عندي فوليكولر ستتش هنا فيه فوليكيلز والفوليكول دول معظمهم بيطلعوا من استروجن في أول لتلاتاشر يوم في نص الدورة بيجي الفوليكيل بتفرقع ويطلع منها الجنين ويتحول الإفرازات بتاعها البروجسترون على اليوم الاربعتاشر نيجي للاربعتاشر يوم اللي بعد كده بيطلع غير الF-Site بقى يتزيد الLH الLH بقى يكبر الكورباس لويتيم الكورباس لويتيم ده لو الجنين حصل له فهيكمل يبقى الكورباس لويتيم هيكمل ويحصل له ويبقى اسمه كورباس لويتيم لمدة 12 أسبوع أو 3 شهور أما لو ما فيش يبقى ما فيش كورباس لويتيم يحصل له طبعا في المرحلة دي كورباس لويتيم طبعا بيطلعوا وكمان في الاربعتاشر يوم التانيين مليوم من الاربعتاشر لليوم الثمانية وعشرين عايزة أقول لكم حاجة يا جماعة ان الدورة بتاع الست يا جماعة ده خلي بالك بيحصل جوه المبيض وده احنا ما بناخدش بالنا منه ولا الست بتاخد بالها منه ولا اي حد بياخد بالها منه خلاص لكن كل المعلومة اللي انا عايز اعرفها لكم ان الدورة الشهرية بتاع الستة جماعة ساعات بتبقى تمانية وعشرين يوم زي ما انتم شايفين كده على الرسمة وساعات بتبقى يعني 4 أسابيع يعني 28 يوم وساعات تبقى 21 يوم يعني 3 أسابيع وساعات تبقى 35 يوم يعني 5 أسابيع لكن يعني ممكن تتغير بس خلي بالك دايما الأوفيوليشن بيبقى على اليوم اللي 14 ودايما اللي تيها الستيج بتبقى حوالي 14 يوم دايما الاختلاف هيبقى في الفليكولار ستيج يعني إيه فاهمني كده يا دكتور يعني الأفترط واحدة الدورة بتاعتها 28 يوم الفليكولار ستيج بتاعتها قد إيه الأوفيوليشن دايوم واحد واللي تيها الستيج دي قلنا 14 يوم يبقى الفليكولار ستيج حوالي 14 يوم طب لو واحدة دورتها 21 هيبقى برضو الي تيها الستيج 14 والفليكولار يبقى 7 طب لو واحدة دورتها دكتور 35 5 أسابيع ده برضى 14 وده هتلاقيه بقى 21 انت عايز تقولي يا دكتور دايما يا جماعة اللي بتغير الأوفيوليشن دايوم واحد فمش هيفرق معنا كتير اللي تيها الستيج دايما بيبقى حوالي 14 يوم دايما بيبقى حوالي 14 يوم دايما المتغير عندك هو الفليكولار ستيج يقولك الفليكولار ستيج دي هي اللي بتتغير ممكن لو الدورة بتاعة الست صغيرة تلاها قصيرة لو الدورة بتاعة الست جبيرة تلاها قصيرة المتعرف عليه ان الدورة الشهرية بتيجي كل شهر يعني حوالي 28 يوم او كل شهر او 4 أسابيع لكن خلي بالك فبعض البنات يا جماعة بيجي لها الدورة كل 21 يوم او كل 35 يوم وده النورمال بتاعهم وده طبيعي عندهم مفيش مشكلة بيبقى عندهم الفريكلاستيج يا قايرة شوية يا كبيرة شوية فده ما يلقناش خالص ده الدورة خلي بالك الدورة الشهرية دي يا جماعة بتحصل جوة الأوفري كل اللي أنا شرحته النهاردة ده بيحصل جوة الأوفري عشان إن شاء الله المرة الجاية هقول لكم بقى إيه اللي بيحصل في اليوترس وإيه اللي بيحصل في الفرجينة وإيه اللي بيحصل في السيرفيكس عشان أفهمكم بالزبط إيه اللي بيحصل كل شهر هل اللي أنا شرحته النهاردة ده حضرتك حلو يعني تاخد بالك منه لا ما اخدش بالي منه خالص يعني إيه ما اخدش بالي منه تغيرات هرومونية كلها بتحصل في الجسم الـ FSH في أول شهر بيزيد يتكون شوية حاجات جوة المبيض بتاع البنت أو الست يعني والحاجات دي بتطلع إستروجين بكمية كبيرة شوية الـ FSH لما يعلى الفوليكل تطلع إستروجين بكمية كبيرة عن نص التاني من الدورة لما الأوفوليشن يحصل الـ LH هو اللي بيعلى فيبدأ الكوربا سلوتيام يتكون ويبدأ يتكون بروجسترون أعلى شوية فالنص التاني من الدورة بيبقى الـ LH هو اللي عالي والبروجسترون عالي برضو بسبب الكوربا سلوتيام يعني حاجات كلها وطغيرات بتحصل بداخل المبيض بتاع البنت محدش ياخد باله منها لكن فيسيولوجيا نحنا فاهمنا إن شاء الله المرة الجاية هنكمل السايكل والفيميل سيك شوية السايكل